من كام يوم لما عبدالفتاح السيسي نزل سينة وتصور مع المجندين وقال لهم شوية تصرحات غريبة شوية قال لهم إنه الإرهاب أصبح تاريخ وإن أزمة الدولار هتكون تاريخ وإن الأزمة الاقتصادية كمان هتبقى تاريخ يومها أنا كتبت على تويتر إنه أيوة صح الإرهاب أصبح تاريخ زي ما أنت بتقول أيوة أزمة الدولار هتكون تاريخ والأزمة الاقتصادية هتكون تاريخ لكن أنت يا عبدالفتاح السيسي هتكون جزء من مسبلة التاريخ مش من التاريخ أبدا الفقرة دي بعنوان عبدالفتاح السيسي يطرق الصفحة الأولى من مجلد مسبلة التاريخ الخبيرة الاقتصادي الأمريكي روبرت سبريمبورغ بينشر دراسة بعنوان الاقتصاد السيساوي وأنا هنا هتوقف قبل ما نبدأ نقرأ عند فكرة إلصاق الاقتصاد بعبدالفتاح السيسي أيوة دي أول خطوات طرق أبواب مسبلة التاريخ لعبدالفتاح السيسي أصبح في نموذج اقتصادي بيدرب به المثل في أنه من أسوأ النماذج الاقتصادية وأفشلها وأحقرها وأكثرها تدميرا للدول هو نموذج الاقتصاد السيساوي بعد عدة سنوات سيشار إلى هذا النموذج بأنه إذا كنت تريد أن تحافظ على استقرار بلدك وأن تحافظ على نمو اقتصادك وتحميه من الانهيار فعليك أن تبتعد عن الاقتصاد السيساوي النهاردة أو دراسة روبرت سبريمبرغ هي تأريخ لمسبلة التاريخ اللي تغالها عبدالفتاح السيسي عن طريق الاقتصاد السيساوي زمان السبع ثمان سنين اللي فاته ما كنتش بحب قوي التصنيف بتاع أصطدا سيساوي وأصطدا كذا ما كنتش بحب الكلمة دي كنتش بحب حتى أقولها في البرامج وأنا على الهواء ما كنتش بحب التفصيلة دي كنت بحب أتكلم أن ده مواطن مصري فيه مؤيد لعبدالفتاح السيسي ومعارض لعبدالفتاح السيسي لكن لفظة السيساوي الحم ما كانش يعني بيني وبينها كده عمار لكن لما قرأت التقرير أو الدراسة بتاعة روبرت سبريمبرغ لا يا جماعة دا الراجل مستخدمها باللغة الإنجليزية احنا الترجمة اللي مترجمنا هنا ترجمة حرفية لللي قال روبرت سبريمبرغ فانت بتتعامل مع راجل خلاص بيوصم الاقتصاد المصري دلوقتي بكل فشله ليه لأنه اقتصاد سيساوي مرحبا بكم في مسبلة التاريخ اللي دخلها عبدالفتاح السيسي تعالوا نشوف روبرت سبريمبرغ بيقوله استدامة نموذج الاقتصاد السيساوي للتنمية إن النموذج السيساوي ليس مستداما اقتصاديا إلا أنه رغم ذلك قد يستمر بفضل الدعم الخارجي المقترن بالقمع الداخلي ومن المفترض أن تكون هذه تقديرات الرئيس لأنه بخلاف ذلك يصعب فهم سلوكه حيث ينصب اهتمامه على رعاية تلك الدول الداعمة له أو تهديدهم ضهمنيا وصياغة سياساته الخارجية لخدمة مصالحهم البراجراف ده أنا عايز أهديه لكل الناس اللي بعد ما استضافت روبرت سبريمبرغ في الأسبوع بتاع 25 يناير من ثلاث شهور في البرنامج هنا أطلقوا لجانهم إلكترونية تطعن في الرجل وتهجم عليه وتقول لك ده جاي بأي حد يا جماعة ده مش بيتكلم شعفق إيه ده الراجل مش فهم حاجة ده الراجل ده أصل هو تبع الإخوان المسلمين قاله على روبرت سبريمبرغ أنه تبع الإخوان المسلمين الراجل كان مستشار اقتصادي في الخارجية الأمريكية لكن ما علينا أنا عايزكم تركزوا شوية في الكلام اللي بيقولوا ليه؟ لأنه مش بس انتقادات لا ده هو بيقول سيناريوهات في الآخر والمفاجأة أن السيناريو اللي هو مرجحه أنتوا هتحبوه قوي أنتوا مين؟ الناس اللي بتأيد الراجل ده وأذرعه الإعلامية اللي شغاله في الحضير هناك في الله بينا واحدة واحدة كده نشوف روبرت سبريمبرغ في هذه الدراسة الطويلة شوية اللي بيتكلم فيها عن نموذج الاقتصاد السيساوي طيب هنا بيبدأ أن الاقتصاد السيساوي له جذور من عام 52 دايما كنا بنسمع على فكرة دولة العسكر وحكم العسكر والتأثير الاقتصادي والسياسي لهؤلاء العسكر جمال عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي من بعدهم وبينهما المجلس العسكري بيقول روبرت سبريمبرغ أن اعتمدت نماذج الاقتصاد من عام 52 على فكرة الدعم المالي الخارجي دايما كل واحد فيهم كان رايح لجهة فعلى سبيل المثال جمال عبد الناصر لجأ للاتحاد السوفيتي في نموذج الاشتراكية العربية أما أنور السادات فلجأ لدول الخليج الغنية في منتصف السبعينات في نموذج أطلق عليه روبرت سبريمبرغ نموذج الليبرالية الجديدة أما حسني مبارك استخدم الجيش لتحرير الكويت لإسقاط القروض والديون نموذج الرأسمالية المحسوبة يعني ايه؟ يعني هنقف هنا فاكر عباس كامل في التسريبات لما كان بيقول له احنا كان لازم نعمل زي سنة التسعين هات وخد دي أنصاف دول لازم هروحها تديني هو بالزبط كده هنا روبرت سبريمبرغ بيقول لك أنه التلاتة جمال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك اشتغلوا دايما على الدعم الخارجي بشكل أو بآخر طيب نبدأ مع روبرت سبريمبرغ ونشوف الجزء الثاني في التخرير بيقول فيه بيتكلم على الاقتصاد السيساوي نروح نقف جنب الرجل اللي قاعد هناك ده ونشوف الاقتصاد السيساوي هنا روبرت سبريمبرغ عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا أن بيع العائلة المصرية لمجوهراتها التعليق اللي كتبه روبرت تعليق عبقري لأنه مصر فعلا الرجل اللي قاعد هنا ده بيبيع مجوهرات مصر يعني هو بيقول لك أنه الرجل ده بيبيع ايه؟ بيبيع درة تاج القطاع العام وبالتالي ردة الفعل بتاع الشارع المصري هتكون كبيرة هيكون فيه سخط شعب كبير جدا لأن الرجل ده بيفرط في كل حاجة مصر بتمتلكها مبارح لما كنت واقف هنا وبحكي لك على موارد الدولة اللي الرجل ده بيمتلكها وكانت عنده فرصة أنه يعمل اقتصاد وطني قوي لا الحقيقة روبرت سبريمبرج النهاردة بيقول لك أنه بيبيع مجوهراته ودرة تاج القطاع العام وبالتالي فيه سخط شعبي هيزيد خسارة الخزينة العامة للدولة أرباح الشركات المباعة والأثار السلبية المباشرة على تكلفة خدمة الدين احنا عندنا تكلفة خدمة الدين كبيرة جدا ومش عارفين نخرج منها بشكل أو بآخر ده جزء تاني في تقرير روبرت وهي فكرة بيع الأصول المصرية الجزء التالت اللي بتكلم عنه روبرت وهي فكرة أنه أنت بتعمل اقتصاد ريعي لكن ما عندكش ريع يعني إيه؟ تعالوا نقرأ كده الجزء التاني اللي بيقوله روبرت سبريمبرج الانفاق لما هو أبعد من إمكانيات مصر المشروعات الكبيرة ويمكن هو قال الكلام ده معنا هنا في آخر كلام في قصة الميجا بروجيكتس اللي بيشتغل فيها السيسي العصومة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة المشروعات الكبيرة جدا اللي هي أكبر من إمكانياتك يا مصر أكبر من إمكانيات الاقتصاد المصري الاعتماد على الاقتمان والديون عشان يمول الجزء الأول عشان يفضل يعمل مشروعات أكبر من إمكانياته فهو بيروح دايما للديون بيروح دايما أنه يفضل يستلف ومحمد معيت أكد لنا ده في لقائه مع أحد الأذروا الإعلامية تقليص الإنفاق العام على التعليم والصحة وده مرتبط بالفقرة اللي فاتت موضوع السيدة اللي معرفتش تدخل مستشفى حكومي في كفر شكر تولد لأن مش معها 1600 جنيه لأن ما فيش إمكانات لأن ما فيش إنفاق على التعليم والصحة بشكل كبير كمان بيقول عدم توفير الاقتمان الكافي للقطاع الخاص تسبب في تقليص نمو القطاع الخاص احنا بقلنا 38 شهر القطاع الخاص الغير النفطي بينكمش 38 شهر القطاع الخاص عندنا لا ينمو لا يتحرك للأمام ولكن يتحرك للخلف بفضل سياسات هذا الرجل بيعمل دولة ريعية لكن ما فيش ريع كمان بيقول تخصيص المنافع لمن هم داخل النظام كلمنا عن الموضوع ده امبارح حتى في قصة الزباط زباط الجيش اللي رفضين تماما أنه عند فتاح السيسي يسحب منهم أي امتيازات خدوها في الفترة اللي فاتت بعدين بعد ما روبرت بيعمل لنا التقديمة دي بينقلنا على نقاط القوة ونقاط الضعف في نموذج الاقتصاد السيساوي لعبد الفتاح السيسي طيب نبدأ بيه نقاط الضعف انعدام المسئولية المالية ما فيش مسئولية مالية هو ما فيش حد بيرقبه ما فيش برلمان بيقوله ما فيش أي مؤسسة بتحسبه بتقوله انفق هنا ما تنفقش هنا انت لي دفعت ده وما دفعتش ده فما فيش أي مسئولية مالية تفاقم الفروق الطبقية والمناطقية ما عادش عندنا طبقة متوسطة جماعة غرئة الطبقة المتوسطة في آخر الإحصائيات احنا ستين مليون اما على حافة الفقر او تحت خط الفقر وده مؤشر خطير إفراط السيسي في التركيز على البنى التحتية المشروعات اللي ما بتطلعش ربح ما بتشغلش ناس ما بتعملش أي حاجة في الآخر دولة ريعية دون وجود ريع اهمال البنى التحتية البشرية وبتعامل مع البنى التحتية البشرية مع الثروة البشرية زي ما قلت لك ابارح انها عبق على الدولة انتو كتير قوى جماعة انتو لازم يموت منكو شوية بطلوا خلفة بقى اعملوا لهم مبادرات تحديد ناس له اعملوا لهم مكافآت للست بعد خمسة واربعين سنة لو خليفت عيل واحد أو اثنين طيب فشلت في تكامل النشاط الاقتصادي جميل قوي هنوصل بعد كده لنقاط القوة وانا عارف ان انت وانت بتقرأ السطر ده هتستغرى بتقول لي اسماها وازاي دي نقطة القوة روبرت بيقولك انه فشل السيسي بيتسبب فيه عواقب وخيمة على الاخرين هي دي نقطة قوة ازاي عندما عم بفتاح السيسي ايوه برافو على حضرتك مصر اكبر من ان تفشل بالزبط السيناريو اللي هو بيرهن عليه من اليوم الاول احنا اكبر من ان نفشل احنا 106 مليون هجرة غير شرعية الاخوان المسلمين هيرجعوا ثورة يناير اوعى الارهاب امن اسرائيل حاسب يا سعودية خلي بالك يا امارات بالزبط مصر اكبر من ان تفشل تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده واللي روبرت سبريمبرج يقدم له في السطر ده سياسات نظرية مصر اكبر من ان تفشل اذا تحققت تقييد سياساتي الخارجية اللي تلائم الدعمين احنا ماشيين مع اللي مع الفلوس السعودية مع الفلوس السيسي رايح مع السعودية لاخر الخط التبعية الاقتصادية الاحتلال المقنع من بوابط الاقتصاد والمصطلح ده مهم قوي ليه مهم لانه الفترة الاخيرة كان بيشارك معايا متصلين في البرنامج ويقول لي احنا الاحتلال احنا في دولة اسوأ احنا في حكم اسوأ من الاحتلال الحياة اللي هيقرأ دراسة روبرت سبريمبرج وهيتابع الحلقة دي والفقرة دي هيكتشف ان احنا فعلا محتلين اقتصاديا هيكتشف ان فيه خبير امريكي اقتصادي من ابرز خبراء الاقتصاد في العالم دلوقتي وهو روبرت سبريمبرج شايف ان حكم الراجل ده هو اشبه باحتلال اقتصادي مقنع ليه ما هو ركب الصين عليك الصين محتلاك اقتصاديا السعودية محتلاك اقتصاديا الكويت الامارات قطر كل دولة دلوقتي بتتحكم في حاجة في اصول الدولة بتتحكم في قرارك بشكل او باخر من اللي كنا بنتكلم عليها مبارح في مقال ماجد مندور فهي احتلال مقنع من بوابة الاقتصاد وده اللي بيقوله روبرت سبريمبرج في الجملة العبقرية دي التبعية الاقتصادية ربط تطور الاقتصاد بمصالح الدول الاخرى احنا هنتطور لما السعودية تدينه فلوس احنا هننمو لما الامارات تدينه فلوس فانت كده رابط كل التطور والنمو الاقتصادي بتاعك هل الدول دي هتتفعلك ولا مش هتتفعلك ربما لا تظل قابلة للتطبيق فكرة ربط التطور الاقتصاد بمصالح الدول الاخرى لان الدول الاخرى بدأت تزهق وبدأت تقترع انه مصر اكبر من ان تفشل لكن السيسي عادي جدا ممكن يفشل بل ممكن يرحل ايضا وده اللي كنت بحكيه معاكم بارح فيه تقرير والستريت جورنال طيب نروح بعد كده ليه السيناريوهات ونقطة السيناريوهات مهمة او الحقيقة ليه لانه السيناريوهات اللي هنشوفها هنا موضوعية اوي ومنطقية جدا يمكن انت اللي بتفرج علي دلوقتي وانت معارض للشيء ده اه ده اغيره شكله كمان طيب كويس يمكن انت تختلف مع ده وتقول لي اسامة السيناريوهات دي محبطة جدا لا يا عم قل لنا السيناريوهات احسن لا انا دوري هنا انقلك الحقيقة زي ما هي انا قل لك التقارير الاجنبية اللي بتتكلم عن مصر زي ما هي مش شرط ان انا اقول اللي حضرتك عايز تسمعه لكن لازم اقول لك الناس شايفانا ازاي حتى لو كان اللي شايفينه مش اللي انت عايزه او مش اللي انت بتؤامله ليه بقول المؤدمة دي لاننا عرف ان السيناريوهات اللي روبرت قال انها غير مرجحة يمكن تصيب حضرتك بشوية احباط لكن خلينا نستعرض اللي قال روبرت زي ما هو السيناريو الاول فتح السيسي للمجال السياسي الامكانية مستبعدة ليه لان غرائز السيسي تميل الى السيطرة عرف الدليل على ده ايه الخبر اللي مدى مصر النهاردة اتكلمت عنه الصبح ان الدكتور هاني سليمان تم التجديد ليه 15 يوم على ضمة التحقيقات في قضية انتمائه لجماعة ارهابية الدكتور هاني سليمان كتب بس كتب عن موضوع المجال السياسي كتب عن ان السيسي مش هيمشي بانتخابات فاعتقلوه الرجل في التحقيقات قال لهم ايوة انا كتبت وانا من حقي ان انا عبر عن رأيي على صفحتي على الفيسبوك لكن انا لا انتمي لجماعات لكن عبد الفتاح السيسي ما اسمع لوش نشوف السيناريو التاني اللي بيقول روبرت اسبرينبورغ السيناريو التاني هو انقلاب عسكري يسعى للاحتفاظ بسلطته يعني انقلاب عسكري ويبقى محافظ على السلطة بتاعته بشكل كبير ده غير مرجح ليه لانه لا يمنح النظام المعارضة مساحة للتابلورد صعب شوية ده يحصل برضو لانه ما فيش معارضة تقدر تبني مشروع او تبني كيان يساعد حتى هذا الانقلاب العسكري طيب ايه السيناريو التالت اللي روبرت اسبرينبورغ شايفه السيناريو التالت هو انقلاب استباقي من ضباط يخشون العواقب المستقبلية انه هم يحسوا ان السيسي اصبح خطر عليهم وروبرت اسبرينبورغ هنا ايضا بيقولين ده للأسف سيناريو مستبعد ليه لان السيسي رجل مخضرم في الانقلابات الذكية الراجل اصاصريش كل الناس اللي حواليه بشكل كبير جدا اللي بقوله لك هنا مش شرط انه هو ده الواقع مية في المية دي رؤية الراجل والدراسة اللي قالها وزي ما قلتلك انا دوري ان انا انقلها لك زي ما هي طيب ايه السيناريو الرابع اللي بيقوله روبرت اسبرينبورغ هو الانفجار الشعبي خلاص ثورة لكن هنا بيقول انها تختضن العنف ثورة عنيفة ثورة تأكل الاخضر واليابس هو بيقول ان السيناريو ده اقل ترجيحا الحقيقة هو ما قالش انه مستبعت قال ممكن لكن بيتطلب ايه الجملة دي جملة صعبة شوية يتطلب مزيدا من الحرمان الفعلي يعني ايه يعني الناس ما تلاقيش تاكل فعلا الناس ما تلاقيش عيش ما تلاقيش ايه حاجة خلاص في حالة جوء بجد مش بس ان انت في بعض السلع لا لا ما فيش سلع اصلا مش بس ان في بعض الاكل لا ما فيش اكل اصلا حرمان فعلي فهنا تبدأ الناس تنزل في ثورة روبرت سبريمبورج بيقولك انها تبقى ثورة عنيفة مثل ثورة سلمية ولا بسيطة ولا لا خالص وبتكلم النائبة في حرمان فعلي هيؤدي لثورة تحتضن العنف لكن هو بيقول انها تكون اقل ترجيحا طب ايه عم انت حيرتنا ومال ايه السيناريو اللي ممكن يحصل تعالوا نشوف السيناريو اللي شايفه روبرت سبريمبورج يستمر الوضع كما هو عليه يعفل الله ولا فالك عم روبرت بالسراج اللي شايف كده للأسف بيقول اكتر احتمالية ان السيناريو ده هو اللي يفضل ليه بقى لابد ان يمنح الدينون يعفاءات من الديون ويدخوا اموالا واستثمارات هنا بقى عم روبرت النقطة ده اللي مش حاصل الفترة دي انا معاك ممكن يكون يستمرار الوضع كما هو عليه العشر سنين اللي فاتوا لكن الفترة دي انت بتقول ان ده اكتر احتمالية لكن الناس لبتعفهم الديون ولا بتدفعلوا اموال واستثمارات كل حاجة متوقفة زي ما هو الستريت جورنال بتقول وبالتالي فيه ازمة اذا السيناريوات اللي قالها روبرت سبريمبرغ هي تقريبا اللي تكلم فيها دكتور هاني سليمان قبل اعتقاله انه هو ارحل بانقلاب او فيه انتخابات رئاسية روبرت استبعد كتير جدا حتى الثورة الشعبية استبعدها اللي هي بتحتضن العنف زي ما قال بيقول يمكن السيسي يفضل مكمل يمكن السيسي يقعد يمكن السيسي يفضل زي ما هو لكن لازم الناس ترفع عنه الديون وده مش حاصل يا روبرت ولازم الناس كمان تدفعلوا فلوس وده ايضا مش حاصل ايه اللي هيحصل خلاصة القصة اللي انا بحكيها بقى ربع ساعة ان هذا الرجل قد دخل التاريخ من اسوأ واقبح ابوابه بل انشئت القول دخل الى مزملة التاريخ بمصطلح اقتصادي جديد اسمه الاقتصاد السيساوي